بسم الله الرحمن الرحيم قراءة سورة الكافرون في المنام قل يا أيها الكافرون من قرأ سورة الكافرون في المنام نقول له أكفر بكل كافر فر من كل كافر وجاحد وظالم وكذاب ومخذل ومثبط وكل إنسان يريد لك الشر أو يسعى لك بشر وما إلى ذلك ليكن ديدنك ودينك دائما مع عالم ناصح وإنسان صالح صادق معك نبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف اختلاف الأرواح واختلاف القلوب واختلاف الأعمال والنيات والأسباب كل هذا يؤثر في النتائج وكل هذا يعود على الإنسان إن كان خير فخير وإن كان شر فشر إذن المطلوب في الصورة بالنسبة من جهة التعبير قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم معابدون ما أعبد إلى أن قال لكم دينكم وليا دين يعني أنتم من طريق وأنا من طريق ثاني كل واحد يبغى يسوي لك خسارة في دينك أو في دنيتك بتعد عنه كل واحد يبغى يقربك ويخليك تصلح دنياك وتصلح آخرتك اقرب منه وتعاون معه وكون معه ساعد أو يساعدك والله يساعد الجميع نجد أهل التعبير يقولون في من قرأ سورة الكافرون قالوا جهاد من كفر وجحد طيب هنا هذا في أمر الدين في أمر الدنيا تقول مجاهدة من يريد أن يكفرك ويجحدك ويظلمك ويكذب عليك يثبتك يحتال عليك وما إلى ذلك الجاهدة كيف الجاهدة تبتعد عنه ابتليت فيه تتجاوز وتتفاداه ولا يكون لك صلة فيه ولا تتعاون معه ما تقول أجرب الخسران خسران اللي عنده حظ عنده حظ اللي ما عنده حظ ما عنده حظ اللي ما عنده حظ ما تقرب صوبة لا في دنيا ولا في آخر كما يقول للقائل أحب الصالحين ولست منهم وأرجو أن أنال بهم شفاعة جاور السعيد تسعد طيب قالوا أيضا ويخالد قوما مبتدعين يعني محتالين هنا جابوا البدعة لأن أهل البدع ابتعدوا عن الدين ومصير كل إنسان يبتعد عن الدين مع الوقت كثرة المعاصي والمعاصي والبدع في الدين كلها بريد الكفر يعني تؤدي إلى الكفر هذا بالنسبة للآية طيب بالنسبة للتعبير تقول هذا الأمر على الدنيا وعلى الآخرة لماذا؟ لأن الرؤية أتت إلى هذا الذي رآها في المنام فهو شيء يتعلق به هو المجتمع الذي يعيش فيه وحوله والناس اللي منحوله والناس اللي يصرف عليهم أو اللي يصرفوا عليه أو 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 فلابد تضع في بالك كيف تنزل تعبير الرؤية على حال الرائي وما يليق به وما تدل عليه الرؤية ويفيدف دنيته وآخرته والله يصلح الجميع والله أعلم